لو تحدثنا عن عودة المدافع سعد ناطق إلى المنتخب في ظل تواجد أو أغلب المحللين يقولون احنا عدنا ضعف بخط الدفاع للمنتخب هل سيكون إضافة وما هي الحلول لهذا الخط بصراحة؟ لا أستاذ علي وأحياناً لو تكون عندك مشاكل دفاعية لا تخص فقط خط الدفاع وإنما الفريق كامل عندما يفقد الكرة شون يدافع وليس بعدد المدافعين يعني منظومة لعفر ضد دفاعكم المنظومة نعم المنظومة يعني تنوع خلنا نقول طرق اللعب يعني أقصد اختلاف اللعبين المدافعين بالميزات هاي تخدم المدرب يعني عندما يكون المدافعين كلهم متشابهين هاي تسبب مشكلة فالتنوع يخدم المدرب باختيار اسلوب اللعب أو طريقة اللعب اللي ممكن يلعبها سعد ناطقا نعتقد لمباراة الأخيرة بدأ يسترجع لكثير من مستوى الساعة خصوصاً في ألعاب الحوار تبعاً للفرق اللي راح قابلها نحن نلاحظ الفريق الإمارات إذا اشترك تيقالي بالهجوم بالتالي ضروري أن يكون عندك لعبة طوال ويجيدون ألعاب الرئيس كذلك ويا منتخب السوري يعني في وجود السومة أمر السومة وأنا متأكد طبعاً على الكادر فني مشخص كل هاي الأمور هو أعرف من عدة هذه الأمور لأنهم أكيد شافت مباريات الفرق المنافسة بشكل دقيق بشكل خلي نقول إحصائي وهناك أيضاً مقيم فني مع المنتخب لهذا سعد وبطية اللاعبين يمتلكون الخبرة أنا أعتقد قالبيت المدافعين اللي دعوا هم على معرفة بيونح حتى كرار أمر عودت المنتخب الآن أنا أعتقد سبب أنه قابط العبد الغني سبقاً عملوا وياه بالشرطة ويعرف إمكاناته وهو أدره بخياراته وأدره بالأسلوب اللي راح له طيب لو تحدثنا كابت